ضيفة فارس اسكندر كان قاعد على هالكبسة يا الله فارس وقال ما في فنانة شريفة الله يسامحوا على الحكى اللي حكى بس مرحول أكتر من هالك 90% مع وحق 90% عطلتي حق 90% مع وحق بس ما في جرح بهذا الطريقة لو هيدا الواقع لأنه اليوم أنا في يقول واقع عن الرجل كتير بشع بس هيدا كمان بيكون مع مية بالمية حق وما في حدا يقل بس أيضا هيدا تعميم لأنه في كتير فنانات يعني من كل المجالات لما في رجال بتخلي النساء اللي معا تعرض شرفها للباع والخطر لأنه هن بدون يستفيدوا عضاهرة هول شو بسمون هول شو لما واحد بيقدم اخته أو بنته أو حبيبته للناس هيدا شو الرجل اللي بيروح بينصب عمراء أرملة وعندها كانسر مثلا وبيقشطها مصرياتها وبيتها أو الزلمة اللي بيجي بيعمل حاله بيحب مراء لحتى تسلموا كل شي وبيروح بيصورها ليفضحها أو بيقشطها مصرياتها أو بيدمرها مستقبلها لتسير عبدي عنده تحكي بنبرة كتير عالية بس بالمقابل في مرأة هي بتبيع جسدها طبعا فيها في ناس هللي ليوصلوا ببيعوا كرامتهم طبعا بس مش أنا مش أنا أبدا فهيدا اللي عم بيقلك هي اليوم ولا مرأة حريتي تتنازلي لتوصل والله كنت بغير محل لو عملتها وين كنت كنت بفوق فوق 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 كم مرأة عرض عليك التنازل ورفضتك؟ شو نوع التنازل اللي عرض عليك؟ يعني أنه منعمل لك إنتاج ونعمل لك كذا بس ما فيك تحبة ما فيك تصاحبة ما فيك تتجوزة ويعني إذا شو ما قلنا طلبنا منك بديك تعملي حابدي فيه كنتريات كان فيها شو آكل شو أشرب كم ساعة نام وكم عدد ممارسة الجنس كنتريات فنية؟ نعم لا تقدر توصل فنيا نعم في عندك هيد الشروط نعم من شركات معروفة بالعالم العربي إذا بقل لك الاسم بدأ تنهزل دنيا بس عم تحكي معلومات كتير خطيرة يعني شو اللي عم بخليك تحكي اليوم هالقد ريم ما كنت جاهزة قبل لا ولا مرة كنت جاهزة أحكي بس نظرا لكل شي عم بيسير بدنا ما بق فيك غير تقول الحق والحقيقة واحد نان على المستوى تفسي شو سيبر أنه مسئولية ربانية عندي إياها أني أنا اللي بآمن فيه وتجاربي بالحقيقة أني أولى لابلك شي صبية ممكن توعب محلة من المحلات لابلك في شي شاب عم بيحضر يعرف أنه ما يقذي ولا بنت أو يتعرض لبنت أو يحمي البنت ويقدرها ويعرف قيمتها شكرا للمشاهدة